وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي والوفد الوزاري رفيع المستوى المرافق له إلى مطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة الجزائرية وذلك في مستهل زيارته إلى الجزائر لرئاسة وفد مصر في اجتماعات الدورة الثامنة لللجنة العليا المشتركة بين البلدين حيث كان في استقباله الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمي واستعراض حرص الشرف بدوره أعرب مدبولي عن سعادته بالتواجد في الجزائر لرئاسة وفد مصر في الاجتماعات التي تستهدف تعزيز مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين من جانبه أكد الوزير الأول الجزائري اعتزاز بلاده بالعلاقات الوطيضة مع مصر والحرص على تعزيز مجالات التعاون بما يعود بالنفع على شعبي البلدين هذا ومن المقرر أن تشهد الزيارة التي تستمر على مدار يومين عقد لقاءات مع كبار المسؤولين الجزائريين وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم واستعراض الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في البلدين